السلام عليكم السلام من فضلك ممكن تدخل للزابط سارة تقول لها الأساس فاطين ببرة عايز يدخل يقابلها بضروري يعني حضرة الزابط سارة مش موجودة قدروعي يا دل حظ يا دل حظ طب بقول لك ايه حضرة الزابط عمر موجود؟ اوعى اوعى تقول لي مش موجود هاي اقول لي موجوده النبي موجود ممكن بقى تهدى وتقول لي بقى ايه حكاية شيك مجريد؟ الله يخرب بيته حضرتك بقى شيكو زفتي ده هو اللي كان بعته فريد به الجندي مساهل علينا المأمورية ايه فريد بالجندي ايه؟ مساهل علينا المأمورية معهو حضرتك هو اسمه كده ده راجل شرير قوي طب كمل حضرتك بقى الرجال الكبار اللي هم عشر من شرارة فريد ده راحوا بقى الفريد قالوله ففريد بقى خد الكلام دوان بقى منهم وراح قال لي شيكو مدريد زفتي دوان علشان يروح لفيلة حسين بيه المرشدة ويقوم معشت بقى الورق ليه بقى ساعدتك؟ ليه؟ كلهم في ستين الف داية علشان كده لما ما عرفوش ياخدوا الورق قاموا بقى ضربوا بقى حسين به المرشدة وانت عرفت انين ان فيه ورق من حسين المرشدة قبل الحادث ما هو حسين به المرشدة بنفسه اللي قال لي كده بعض متلسانه بعد الحادث قبل ما ننقله المستشفى طب لما هو قال لك ما قلت ليش ليه مسألتك في المستشفى ما هو بقى حضرتك انا مفتكرتش غير وانا عندي شيكو مدريد في الزفت الهنجر بتاعه وإيه اللي ودك الزفت الهنجر بتاعه؟ هو حضرتك وانا روحت له يعني بمزاجه ده لاتخطفت اتخطفت؟ بمبوني بمبوني الخاين العميل لشيكو مدريد بعني ليه بالرخيص فعلا فعلا حضرتك كما قال القدماء اتقي شر من احسنت اليه المهم الورقة اللي انت بتقول عليه لقيته؟ الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا رب لقيته طب لما انت لقيته ما سلمتوش ليه؟ وانا الحيطة حضرتك ما هو شيكو زفت ده وانخده مني بالتهديد عنوة ولكن حضرتك عزاء الوحيد كما قال غندي ان النصر الذي يأتي من خلال العنف مساون للهزيمة لأنه مؤقت يعني عملت تحكيلي كل الحكاية الطويلة الرعيدة دي والورقة مش معك؟ ولا عايزنا نعملك ايه؟ نجيبه لك؟ لا حضرتك انا طالب قوة عسكرية من البوليس والمطافي تحتشد لشيكو مدريد عند الهنجر ويترش هو ورجالته بالمياه حتى الغرب صباح الخير يا فاوباشر اهلاً صباح الخير عمر بيه لاكا فاوباشر فضل، بيش صحب بيه يا سيدي؟ لا يا باشر نطرت وشربت الشاي وكله تماما انا همثل سيادتك التقرير اللي انت طلبته فاديت حسين المرشدي وكمان كل التحيات موجودة في التقرير ما شاء الله ده انت شايفش قولك كويس اوي تعلمنا من سيادتك افندي بقولك ايه صحيحة؟ في حاجة كدك وانت عايز اقولك عليها ممكن انت بأضافه مهمة قولي فاطين سيد الحاوي اللي هو مدرس اولاد حسين المرشدي كان بيقول اللي فيه ورق مهم هو سبب تعرض حسين المرشدي للقاتل والورق ده خده شيكو مادريد شيكو مادريد؟ مش الودة بتاع بتاع الغيار والعربيات المستعملة؟ بالزبط كده فاندي وبيقول كمان الورق ده خده شيكو مادريد ادى لواحد اسمه فريد الجندي فريد الجندي؟ واضح ان الراجل ده عنده جابه لكل الاسئلة اللي عندي وانت تعرفها باشا؟ لا لسه سورايب قوي هل اتعرض لبعض انا بقدمها اتزاري المسترفاتين انا وصحابي الدنيا في اصل كله وانا اكدنا ان احنا مشناعمل غلطين وكمان بعد ما عرفنا اللي حقيق عملته مع صاحبنا دودي كان لازم نعتذلك وعلشان كده جبنا لحضرزك الهداية دي احنا اسفلين صباح يا بستر سمحتكم يا اولاد متشكر جدا اتفضلوا وعايز اقولكم ان انا اللي لازم اشكركم علشان اللي انتو عملتو النهاردة ده ده رسلينا كلنا مش مهم يا اولاد ان انا نغلط لكن المهم ان انا نتعلم من الغلط ويكون عندنا الشجاعة ان انا نعترف بالغلط ده بالزبط زي ما عملوا زي ما يلكم كان عندهم الشجاعة وهم بيعترفوا بالغلط قدامكم كلكم وهنا اتذكر قول وليام كونر حيث قال الرجل الذي لا يخطئ فانه عادة لا ينجز اي شيء وده بقى يا اولاد بالزبط اللي حصل مع الشاطر نيشو الشاطر نيشو هو عمل يا مستر لا ده حكاية طويلة اولا بس لو عايزين تسمعوها احكيها لكم ايه يا مستر؟ حكاية الشاطر نيشو بدأت من زمانه من وهو صغير ومن قبل ما يبقى شاطر او هو ده ميشو سايد الحاوي اللي انا خلفته وعلمته وربيته هو ده العاوي اللي حيرجع يخاوف الكلاب السعرانة اللي هو يتعلبوه كانت عايزة تاكله صراحة يا ميشو احنا كلنا كنا غرقانين من غيرك قولي بقى لو علي يا ميشو احنا اعرف الكل مين هو ميشو الحاوي اتصل انا بقى بفريد بيت جندي اعرفه ان انت رجعت بالاجازة ما تتصلش بحد ده سايد احنا من هنا ورايح هنشتجل لحسابنا اه بس كده فريد بيت جندي ممكن يعرف ويعمل هالنا حكاية ده راجل ايله طيلة في كل حتة ما تخافش زي ما فريد بيقدر يقزينا احنا كمان نقدر نقزيه وهو عارف كده كويس تا في ادماعك ايه؟ في ادماعك كل حاجة بس اتاكك عالصبر وكل حاجة هترجع بس زي ما انا عايز وفلوس اميشو فلوس اللي هفه من الشيكو مادريد ويجورو سبعونا اميشو ده غريل خمسين الف اللي هفه من المحامي هيرجعولك يا سايد بس سيبنا انا بقى اما اخمخ لشيكو مادريد احسن ده بالذات لازم يتعمل مع الواجب طيب او هنبوني محدش لي دعو بي انا هتصرف معاه اخلص وازبط كل اللي في الدماغي وبعدنا بقى انا افزلكم كل اللي انتو عايزينه دلوقتي ميشوا ياولاد بقى الشاطر ميشوا بجد وبقى شاه في الدنيا بلون الورد وانا بقيت فخور بيه جدا جدا انتو عارفين ليه؟ ليه يا مستر؟ علشان اعترف بغلط وقفل صفحة الماضي ومش كده وبس ميشوا دلوقتي اولاد بقى يحب بقى يحب؟ ايو بقى يحب ميشوا اللي مكنش مقتنع بالحب بقى يحب وفتح قلبه للحاضر وللمستقبل الشاطر ميشوا دلوقتي بقى يقدر يفرج جناحات ويطير من غير ما يخاف وهو هيخاف من ايه؟ وهو دلوقتي مبقاش يعمل غير الصح اتنورت المحل يا كبير ولا سوستان انا عاوزك تعلق اليافصة كبيرة على المحل من بره وتكتب عليها اوكازيون الاسبوع الجاي كله خاص من خمسين في المية على اي بوكي ورد واللي اشتري اتنين بوكيه حياخد بوكيه دية مجانة من المحل فاهمني؟ وكل ده بمناسبة رجوع ميشوا لحضن ابوه ومش كده او بس شوف لي رسام كبير قوي يرسم سورا ميشو وهو مرمي في حضني وانا عمالة صغرت اهو كده يا كبير بقالنا كتير ما شفناش فرحيتك دي منها ورايح مش جاية لها الفرحة واللي راح ان شاء الله حيتعود الزبط صارا كبير شكلها جاية تسأل على ميشو راح الله خلاص بح كان هنا وخلص اهو هاجب يا كبير صباح الخير يا حضرت الزبط ميشو مجاش بردو؟ لا مجاش حضرتك بس الكبير المعلم سير بيقول ان هو مش جاي تاني ماشي تمام يا كبير كله تمام احسن رفع عليك عشان ما هتحطيبش هنا تاني يا ساتر يا ساتر يمساعد بداخل المحل والفاور بتنعي لزيمنا صباح خير يا فن صباح خير يا فن صباح خير يا فن صباح خير يا دعوة طب مني ايه اخر الاخبار في قضية حسين المرشدي ورجال الاعمال سيادة الوزير مهتمة جدا بالموضوع ده وخصوصا بعد محاولة لغتيال اللي اتعرض لها حسين المرشدي وفيه كمان اجماع من المجلس بضرورة البحث عن الفاعل باقصى سرعة احنا بنبزل اخصى مكود يا فندي وطريبا كده خلاص وصلنا للشخص اللي ورا كل اللي بيعصر مين هو فريد الجندي يا فندي فريد الجندي ورجال الاعمال اللي مشاركهم دول مجرد ظهر يتسند عليه تفكرت هتعمل ايه؟ تفكرت يا فندي والملف ده فيه تقرير بكل الخطوات اللي ممكن تتخذ طيب يا فؤد أنا حراع وواسق الحل اللاضيه دي يبقى على اديك ان شاء الله انا متشكر جدا يا فندي من لساقتك فريد بعد إذن ساعتك افضل ميشو بطس الميك مبتردش عليها ليه؟ ميشو ميشو انا عايز اتكلم معاك لازم تسمعني وتفهمني اللي حصل ده ما كانش قصدي انا بس قسقت التعبير ميشو ألف ألف شكري يا بص ربنا يخليك اينا يا كبير لاهم نص مليون حيكونوا عند ساعتك باكر الصبت وأنا بذات نفسي حجبهم لك لحد عندك ربنا يخليك يا بص البص خير يا واستاذ أحلى خير البص زبط المزاد عشان يرسى علينا وبالتين مليون جنيه بس طب والنص مليون اللي حتدوم له بكرة النص مليون جنيه دول يا باف اللي حيترشوا عشان المزاد يرسى علينا أستاذ ورئيس قسم وهو ده الشغل اللي على كبير يا كبير طب طالما لدينا بقت حينوة كده يا أستاذ ما نطور الهانجر كده ونزباطه ونشتغل في الأمريكاني ونفتح شركة زي البص حوال حوال وطفضل طول عمرك وعمار زي الحمرين اللي انت قاعد중에ب Ingredient حوال ما ينفعش احنا لازم نفضل في الدل كده في الدرا ما نعملش زي البهوات العبطة ونبقى حطين نفسين في وش المدفع ده غر إنما ماينفعش نزعل البص من نمى زي ما زايل من سيد الحاوي دا ما حضر له حتة ليلة من خير يا فريد بيل? عادي عادي واسمعيني كويس ايه مالك في ايه ميشو الحاو بيحاول العدني بيفهمني انه اعتزل وهو بيلعب من وراها متخيل انه بلورة اللي عمده ده اتممكن يحط اصباعي تحت درسه وان عمري ببقى تحت رحمة حد اتممكن بس اتهدى وتفهمني انا ممكن اعملي انا خلاص زبط اللي عيخلص عليه بس قبل ما اخلص عليه لازم ااخد اللي عنده اتعرف ان عمري مؤخرتلك طلب احبت انت كمان وحشتين اه نشغل عبدالحليل ام انت كمان بتسمعي نجات بتسمعي لها ايه الله انا بعشاء البحر يجبينه حلوة جدا جدا انا بعشاء البحر دي اغناها محمد مليل كمان اه مهلا بنعشاء البحر اه انا بعشاءه من ايام الحرف هتنامي طيب تصبحي على خير تصبحي على الف خير لا لا مش هقفل قفل انت الاول لا لا مش هقفل قفلت انت الاول اه يال مع السلامة الله ده الحب ده حاجة حلوة جدا جدا ربنا زيدك ويوفقك كمان وكمان عم الحبيب سيدك انت هنا من امتى من الساعة ما كنت بتعشاء البحر انت ومحمد مونير سيدنا فضلك ما تزخرش من عواطف الجياشة وبعدين انت كنت فيه انا طلعت تدورت عليك ما نقيتكش يعين عليك يا اناس ما انت تلاقيك ما تعرفش يا مسكين ما عرفش ايه لا اصلي خلاص بقيت تمام التمام ورجعت للشغل تاني كويس اوي على الاقل ميشو يلاقي حد يساعده في المحل ده خبق كويس اوي سيد لا وخد القبر لا حسن منه كمان ميشو بطل شغل في حل الورد ورجع لشغله الاولاني ميشو رجع له حضنا بو يا اناس رجع له حضنا بو يعني ايه يعني خلاص ميشو بقى ميشو سيد الحاوي رجع للاصل علشان تبطل تخطيطه خيابه اده والزبت لسمه فاطين سلام يا عم الحبيب اده رجع له حضنا بو يعني ايه عم يعنس عم يعنس الحمد لله انك كويس و بخير ما فيش رصاص ولا اي حاجة اده في ايه مالك فاطين ايه اصلا انا عمي شفت بابا خارج من عندك يا عمي فاخفت اصلا يكون قتلك قتلني اسامال قدامك الكثليبه اواه اه ايه بقى اكيد بيدور علي انا علشان يقتلني ولا عايز يأتي لك إنت ألا أمارك أنجي ليه ولا يا بابا ما لك يا لب تسحب كده زي الحرمية لا 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 زي الحرمية عفوا بابا هو أنا مهما تسحبت يعني ولا بيت حرام هبقى زي حضرتك دا حضرتك الكبير الحرمية بسم الله مرش الله يعجب مش كده برضه ها طبعا طلعت تتسحب عشان تتقس عكلام اللي قلته له عمك لا 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 خالص يا بابا دا أنا طلع أدخل قطتي علشان أنا كبس علي النوم قوي دا الواحد لما فيه كبس عليه النوم دا وانا بينام هو وقف لا معلش أنا بقى مش هخليك تنام وإنت واقف ولا وإنت قاعد ولا وإنت نايم حتى حاضر يا بابا خلاص تحت أمر حضرتك دا الواحد تفهق أوي أوي اقول الواحد لما بيفوق بقى الفوان دا بيخلي الواحد مسحصح تحب حضرتك أنزل أجيب بقى كنت شيل النوع من لقى لا أخد أنا يا أخوي يا شاطر يا حبيبي عاوزك دلوقت أهو تخش لأخوك ميشو عشان تتأكد بنفسك يا بابا الصباح رباح بقى لا قلت دلوقتي أدخل قلت دلوقتي تخش لأهو تخش لأهو تخش لأهو تخش لأهو تخش لأهو أبو الفطاطين كمان هتذرلك عشان كنت بتريع عليك لما كنت بتتكلم على ميستر فاطين قبل ما نعرفه لكن لما عرفناه دخلنا جواه طلع إنسان جميل وما فيش منه كتير دلوقتي ترامع ترفت بغلطك تبقى شطر زي الشاطر ميشو عارف؟ أنا بحسد الشاطر ميشو ده عارف ليه؟ ليه؟ عشان عنده أخ زي ميستر فاطين خد الباب في يدك يا ميشو خد الباب في يدك خمس اتأكدت انت وعمك يا صاحب العلم الفضيلة طبعا دلوقتي حضرتك يا باب عتقدر تنامو انت مبسوط بس أنا بقى هابسطك أكتر ومش حضرتك كان نفسك من زمان ترملي كل الكتب بتاعتي في الشارع أنا حق لكل اللي نفسك فيها باب انت عندك حق كل اللي في الكتب كلام في كلام بلوش أي معنى تعرف اللي بقى صعب حاجة في الدنيا ايه؟ منيبقى الشخص الوحيد اللي المفن بيه مساعدة معتلك كابليبقى صعب予ي احب 싱ل اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى في ذلك الوقت وحينها لم اشعر بنفسي الا وانا احاول ان امزق الكتب الكتب التي علمتني الافكار التي امنت بها وصدقتها لم يكن في حسباني ان اخي نيشو سيعود الى ما كان عليه لم اكن ادري ان الشر قوي الى هذا الحد حينها تيقنت انني احلم وان ما كنت اظنه هو مجرد حوالي وان ايماني بان الخير من الممكن ان يغير الشر ما هو الا اكذوب قد صدقتها وامنت بها فقد فشلت فشلت في الانتصار على الشر فكيف ساغيره واخي وتوأمي نيشو قد تغير بالفعل ولكن بالاسفر فهو لم يصبح نيشو الذي اريده ولا عاد الى نيشو الذي كان قبل ان يتغير وانما اصبح شخصا ثالثا قاسيا حدا وكلامه لي كان مثل الضربة القاضية فلقد شعرت بالموت يقترب مني وحينها ظننت انها انيانية فلقد تذكرت قولك وانت الكريزب اذا لم تنجح في البداية فقد يكون الفشل واسوب انا جيت بقى اسلم عليك علشان حسيت اني وحشتك انت كمان وحشتين اخوة معم عارف انت عايزة تتطمين علينا كلنا طمين يا ام بص بقى ستة بالنسبة العم انس هو الحمد لله كويس وخلاص هيخطو وعن قريب ان شاء الله هيتجوز ايوه اشجال اللي كان بيحبها من زمان بالنسبة الاخوية ميشو فهو بقى الحمد لله كويس اوي وبقى زي ما انت كنت عايزة واحسن كمان وبابا سيد الحمد ربنا هداه على الاخ وكمان بقى فرحان باخوية مشو اوي ولا فرحان اوي يا ماما ما عايزة فراحك اننا مش نقصنا اي حاجة في الدنيا ايوه وديك مان ساعتك بعطيل يا باشا خير ان شاء الله في حاجة حصلت العربية تاكل حاجة لا يا شيكو العربية مفياش حاجة طب الحمد لله مال فيه بس يا باشا عايز اعرف فلاقتك بفدي الجندي شو ملا يا باشا بيزنس 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 عنا عارف انت لتشغل في قطعة الضيار والاعربيات القديمة واني يكون مشاركك انتك كمان شاركني يا باشا واني طول فريد بالجندي شاركني أعين فريد بالجندي دهبوس كبير الله ينوار عليك البص بتاع ايه بالزبط بقا الملاحين بص يا باشا هو البص الكبير فتاع قطعة الضيار مستورته هو مستورة كبير اول قطعة الضيار وانا بشتغل فيها و لما بحتاج ايشواء قطعة الضيار والاشية هو بيخدمني فيها محبة كده انا فريد بالجنت يدراني الخير وبذع وانا عرفه من زمان اوي زمان اي من ناس بقى ده ضعه راحت لحالها باشا طب قولوا الورا اللي انت خدته اللي كان عندي عسيني المرشدي قولوا ايه باشا ولمعظ انا كنت عارف ان انت هتنكر عشان كده اجيب معك من الاخر وصدش القضية دي قضيت انا عارف يعني ايه لا ولا ماغظة معرفش يعني ايه ممكن ساعدتك تقولي عني ايه يعني فريد الجندي بتاعك اللي انت عامل حسابه ده مش هينفعك في حاجة لما تخش انت وهو السجن بص عدتك يا باشا انا اللي عاوز اقولك حاجة بقى ولا ماغظ يعني مش من حاجة تكلمني بالشكل ده ايه بصم انا عندي محامي ممكن يبقى معايا هنا دلوقتي بصم انا مش متاه بقى انت لو سمعت الكلام وقول تعلمينكم لفريد الجندي وإيه اللي كان في الورق مش هتبقى متاه ان ما تفضل نكملي في الفيلم ده ورحمة قومي بقى سيبقى في السجن بص بقى باشا انا معادش عندي كلام اقول له ولا ماغظ يعني لو انا متهم محاولني عني هذا بلد دي فيها دستور اه والدستور بيضمن لي ان انا لو مش متهم ما بقاش موجود هنا ايه بص لا بس انا كنت عاوز اقول لي سعادتك يعني ان الزابط اللي اسمه في وقت ده اه لا ده حطك في دماغه جامد جامد يعني اه لا الكبيرة بقى باشا انه عارف كل تاريخك لسو ده مقصدش حاجة باشا انا كل اللي قلت قوله ان الحكاية كلها قطع غير سيارات وحاجات كده باشا اه وبعدين انا قلت اقول لي سعادتك عشان تاخد احتراطاتك الامنية اللازمة اللي واجبة خلاص يا شيكو عارفت بقولك ايه مش عاوز ايه غباوة هتاخد كل الاحتياطات اللازمة مفهومي؟ يلا مع السلام اهلا 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 فضل خير يا فؤاد بيه انا جالس تفسر من حضرتك عن شوية مسئلة جدا انا بشكل ودي طبعا لا اذا كنت حاجة بتخدم العدالة والقانون طبعا انا بحب اخدم العدالة وبحب اخدم القانون عايز اعرف اين لي يخلي مجرم محترف زي ميشو يروح لك البيت افدا وكان جاي يدور على شغل بس انا طردت لما عرفت انه حرامي وخصوصا حكاية التوبة دي عرفت انها لعبة مم بسي غريبة يعني مشمان اجيلك انت بال ذات يطلب منك شغل ابو ابوه هو اللي بعته لانه معرفة قديمة وكان بعته عشان يشتغل عندي ويهى لقتك بحسين المرشدي حسين المرشدي انا معرفوش يمكن كمان عمري ما قابلته في حياتي بس تقريبا سبعت عنه او قريت في الجرائد انه تعرض لحدث هو انا بصراحة سألت عليه قوي لانه الراجل بحترم اتعرف ايه عن موضوع الورق ورق ورق ايه فهدوية الورق اللي كان عندي حسين المرشدي في الفيلا وشيكو سرقه منه عشان يديهولك ولا هتنكر انك تعرف شيكو مدريد كمان لا طبعا عرفه عرفه قويس قوي كمان وشيكو بيجيلي علشان تساعده في حكاية استرد قطع الغيار بس حكاية الورق دي انا مهرفش عنها اي حاجة يعني انت بتنكر انك هددت حسين المرشدي عشان في ايد ورق ايديناك انت ورجال الاعمال اللي مشاركه واضح ان دي مش عدودية ده اتهام واتهام رسمي كمان يا باشا عن اذنك عندي مطشي لازم العبه ماشي يا فريد بيه هسيبك تكمل المطشي بتاعي بس سوعة تغسر خبش علي يا باشا انا بعرف هلعب وبالعب كويس قوي كمان يا فريد بي مش كل اللي بعرفو يلعبو بيكسابو في الاخر هنشوف بقولك يا سوزي ما تسيبك بقى من موضوع الاعجاب وصعر اللي قالي ده ويجيبه بالاخر انت فريد بيه هو اللي بعثك انت زاكي قوي يا ميشو بجد اوكي هو اللي بعث بس انا بقى اللي عندي لي كتير فريد بي كان عرض علي متن الف دولار عشان الورق اللي عندك بتاع العمليات ايه يا رأيك بقى ان ياخد منه المتين الف دولار برده انت مية وانا مية وتديني انت الورق من غير بقى لا صعر الليالي ولا لفو دوران ولا وبالمرة هوصي انه ما يخلصش عليك سيبك بقى من موضوع من يخلص عليك ده لانه مش هيضور بطول من ورق معايا عشان الرجال القبار اللي مشتغل معايا بس مدام بقى هو غادر بيا فانا مش هبقى عليها وانا اللي هعمل معاك ديل هتاخدي فيه اكتر من ميتين الف دوران بس انت كده فهمت الموضوع غادرت يا ميشو من غير بس بسة وتسمعي الكلام للاخر انا متأكد يا سوزي انك بتفكري هتكساب ازاي من ورا فريد الجندي خصوصا بعد ما بقى كرت محروق عند الحكومة ده مش بعيد كمان يا جرجل رجلك معاك انا بقى هوفرلك فلوس نهاية الخدمة واكتر من ميتين الف دولار ها قلت ايه؟ اصمع؟ اه قلت ايه ديل او مو ديل ديل يا ميشو ادخلي يا فاطين عشان تشوف المفاجأة افتعين يا عمي افتع يا فاطين ايه ده؟ الله ده انت رجعت كل حاجة مكانها عمي وحوت سمك جديد لسمسمة اسأل اه انت اللي عملت كل ده لوحدك عمي؟ مش مهم يا فاطين مين اللي عمل المهم بقى ان كل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي انت كمان يا حبيبي لازم ترجع لمكانك ووضعك الطبيعي يا حامل رسالة العلم والفضيلة عمي انا بحبك او اوي وانا بحبك اوي اوي خلي بالك من نفسك واستمر في رسالتك وكما قال الامام علي رضي الله عنه رضي الله عنه قيمة كل مرئ بما يحسنه والمرء مخبوء تحت لسانه والناس اعداء ما جهلوا اللي انت رجعت تعمله ده مش صح يا ميشو محدش عارف دلوقتي ايه الصح من الغلط بس انت كده تبقى استسهلت من اول مشكلة بتقابلك بترجع للسكة الغلط وصلت طريقة اللي فرشتوا بالورد مكانش طريقي كنت بفرش الورد الحد ليه لمش ليه الحقيقة صيارة واي حضرة الزابط لو ملحقتش استغلها اخد منها اللي انا عايزه هتضيع الفرصة الفرصة دي حت دخلك السجن كلامك ده كان ممكن بصح بس لو مكانش اللي واقفه وصادك هو ميشو الحاوي ميشو الحاوي اللي انت لسه معرفته اوش لا انا عرفته كوي ساوي بس يزر كنته احمى لما افتكرت بالنكر خليك بني ادم لا لا اعزك تعرفه بقى ان انت من هنا ورايح مش هتشوفه ان اصابة سارة ان انت مرضو متعرفهاش يا عملت ايه؟ قابلته طبعا وكل حاجة اوكي؟ للأسف من الذين اكشفني وعرف ان انت اللي بعيد عاربت على مية الف دولار رفض وقال ايه؟ عارض علي عارض عارض عليك ايه؟ يعني ابيعك له وسهل دخول الفيلة عندك عشان يسرق خزمك الخاصة هياخد الورق ويديني الفلوس ايه؟ طب انت قلت له ايه؟ سيرت قلت له موافق الحد ما شوفك هتعمل ايه؟ برابع عليك انك عملتك كده بقى عايز تسرق ناميشو ابن الكلب صحيح تلاه واطي والواطي ملوش عندي ديها ناوي تعمل ايه؟ جريه جريه في كل اللي هو عاوزه لحد ما اقولك تعمل ايه؟ طب والورق اللي عنده؟ طول ما الورق معاه هو متطم منه وانا حعرف ازاي اغطوا منه بقولك ايه؟ كلمي سيد الحاوي خليه جيني بكرا اوكي اوكي نفس افهمك يا ميشو وربنا نفس افهمك نفس اتدخل كده جوة دماغك عشان افهم انت بتفكر في ايه؟ هتفهم كل حاجة يا سيد بس واحدة واحدة مين جايلنا عالصبح ده؟ خش يا ستيشو صباح الخير يا ميشو صباح الخير صباح الخير يا معلم هلا يا ستيشو اقول لي عملت ايه؟ شيكو مادريد داخل مزاد على لطة عربيات معجوز في الجمارك ورش نص مليون جنيه علشان يرسى عليه المزاد اه؟ بالفلوس اي طبعا والمزاد ده يرسى عليه على كام؟ اتنين مليون جنيه حلوة قوي تطلع انت بقى دلوقتي يا ستيشن على محل الورد وتبعت اللي انا قلتلك عليه حاضر ستيشن ستيشن تخلص وبعدين تطلع علي يا اختعي النابي عشان تتقاصلي على الأخبار حاضر بقولك ايه؟ مش عايز غباء يا ستيشن وانت عمرك شفت مني غباء في اي عملية قمنا بي اه؟ انا عمري ما شفت منك غير الغباء يلا سرعا ماشي يلا يلا سلام يا معلم مع السلام اي ده؟ شفت بقى الغباء اللي على حق اوخدي العشو ساب الغموس رايح حابوك بقى ميشو فهمني ايه الحكاية؟ انا حفظة كده حلي في الغاز ايه موضوع النابي ده؟ لا اه دي ليلة كبيرة اوي لما تكمل في دماغها بقولك عليها سيد طب هتعمل ايه مع اشيكو؟ انت مش عايز فلوسك ترجعلك اللي عايزها ده انا عايزها من الحباب يعنيه؟ خلاص هترجعلك طب وفريد الجندي لو علي ايه معايا اه على فكرة ده اتصل بي او عاوزنا اروح له الله حل وقوي يبقى تروح له يا سيد واسمع بقى كل اللي هولهو لك عشان تقولهوله بالحرف في الوقات ومين اللي بقى هت الورد ده يا وف؟ ده ميش يا استاذ وبقت معا كرت الجوكر بقى الوردة وبقت بيقول ايه؟ ايران اللي بكرت كده خلينا نضحك بس اللي مكتوب يا استاذ ما يضحكش مكتوب ايه؟ انتو؟ اللي اول رجع عشيكو اغفر على نفسك يا اهلا بالمعارك يا ميشو يا اهلا بالمعارك يا ميشو لازم تعرف يا ميشو اني شيكو مدريد ما بيخافش وكشافل على نفس الصور ايوه انا ما بتتنبش يا ميشو واعرف كوي ساوي ان زي ما علمت على سيد الحاوي انا ممكن اعلم عليك وانا كامير ايوه امورنا استاذ هل تطلع برا بتعملي كردون مباني حوالين الهنجر واي حاجة تحصل خلص انت والرجالة واجب يا استاذ مبوني استاذ انت هتفضل هنا عشان تكون معايا في شرف استقبال ونعمل الحفلة الواجبة واجب يا استاذ كذا ميشو ايوه احنا عارفين يا حضرت الزابط ان انت عملت مع ميشو اللي عليك واكتر لكن اللي بطلبه منك ده بطلبه بإحساس الاب ميشو جواه انسان كويس بس ما عرفش ليه يتقلب فجأة ورجع لللي كان فيه انا فعلا ديته فرصة تانية استاذ اناس بس هو اللي مش عايز يديل نفسه فرصة تانية عشان يرجع عنه في دماغه طب اديني فرصة اتكلم معاه تانية واعمل محاولة يمكن ميشو مبقاش يمفع معاه ولا كلام ولا محايلة بس ما تقلقش انا لسه ما فقدش الامل رب نخليك يا رب ويديك على قد نيتك عن اذنك فاطينة عامل ايه استاذ عرس من خجله من اللي بيعملوا ميشو مرضيش يجي معاه مش قادر يورك يوشه تسلمني علي وقله من كلامه لسه فوداني منستوش وانه هو كمان عامل كل اللي علي حاضر يا بنتي كل الامور على ما يرون في النهاية وإن لم تكن كذلك فتلك ليست النهاية حاضر يا شيكو يا مدريد ايه ما فرقتك هو بس فاجئنك ده وانو خدني على اخوانه طب ولي زي الشيكو ده با تتعامل معاه ازاي ده عنده اسلحة وعنده جيش وعنده بس 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 بقى اهلامي اهبقى لو سمحت قال لها ما تقدش تكسري مهاديفك ده ونقاطينا بسكاتك والنبي اف ازا كان شيكو مدريد بقى عنده رجالة واسلحة فانا عندي من التفكير والفطنة والحكمة اللي خليني اقف اصاده اصاد عشرة من امثاله بس ماخ مخله الاول طيب مخ مخله ايه مستر واحنا كلنا معاي انا بس يا رانع كل أهم إن شوكو ماجريد ده يروح السجن برجله ويعترف إن هو اللي سرق الورق وراحت ده لفريد به الجندي مساهل علينا المؤمرية بازاي ياعترف يا مستر فاطين مش عارف إزاي صح مش عارف ما تفكروا معايا ما تفكروا معايا جماعة ما تفكري معايا شملولة يا كسرة المأديف انت بس بس وجدتها هتلي مسجل صغير بص بقى يا أبو الفاطتين الانبي سريد ده سهل خالص كده تعلي كده توطي وكده كمال رادي حلوة قوي فين بقى الزرار بتاع اللي هو بيسجل هو ده بس خلي بالك لازم يكون قريب جدا من اللي بتسجله عشان الصوت يطلع ناق الوضع ما تقلقش ما تقلقش يا فادي مسجل ده هيبقى في بقه